ايها المواطنون ايتها المواطنات صاحب الجلالة يخاطبكم ايها المواطنون ايها المواطنون الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شهبي العزيز ان من بجائر الخير وتفاؤل ان يتزامن تخليد عيد العرش هذه السنة مع عيد الاضحى المبارك لما يرمز اليه من قيم التضحية والوفاء والثبات على الحق ويطيب لي ان ابارك لجميع المغاربة هذه المناسبات المجيدة واجدد لهم محبتي وتقديري التي تزيد يوما بعد يوم فهذه الروابط والمشاعي المتبادلة التي تجمعنا على الدوام تجعلنا كالجسد الواحد والبنيان المرصوص في السراء والضراء ومن هنا فالإناية التي أعطيها كسحة المواطن المغربي والسلامة عائلته هي نفسها التي أخص بها أبناء وأسرة صغيرة لا سما في هذا الصياق الصعب الذي يمر به المغرب والعالم بسبب انتشار وباء كوفيد-19 وإذا كان من الطبيعي أن يشعر الإنسان في هذه الحالات بنوع من القلق أو الخوف فإنما أعطانا الثقة والأمل هي التدابير والقرارات الحاسمة التي استخدناها منذ ظهور الحالة الأولى لهذا الوباء بالمغرب وهي قرارات صعبة وقاسية أهيانا لم نتخذها عن طيب خاطر وإنما دفعتنا لها ضرورة حماية المواطنين ومصلحة الوطن أودهنا أن أتوجه بإمارة بإبارة الشكر والتقدير لمختلفة السلطات العمومية على قيامها بواجبها على الوجه المطلوب للحد من انتشار هذا الوباء وأخص بالذكر الآمنين بالقطاع الصحي من أطر طبية وشبط طبية مدنية وأسكرية وكذا أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي ورجال وأوان السلطات المحلية وكل مقونات الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية وكذا العاملين في بجال الانتاج وتوزيع المواد الغذائية وكل الذين كانوا في الصفوف الأولى لمواجهة هذا الوباء وإنما يجعلني عتز وافتخر هو مستوى الوعي والانضباط والتجاوب الإيجابي الذي أبان عنه المغاربة ومغسل في القوى الوطنية خلال هذه الفترة وقاموا بذورهم بكل جد ومسؤولية كما أجد بروح التضامن والمسؤولية التي تعامل بها المواطنون والمواطنات سواء على المستوى الفردي أو ضمن المبادرات المشكورة لفعاليات المجتمع المدني خلال فترة الحج الصحي فقد عشنا مشاهد لا تنسى من التعاون والعمل التطوعي بين الجيران ومع الأشخاص المسنين والأسر المحتاجة من خلال توزيع المساعدات وتقديم الدعم والإرشادات كما سجلنا بكل اعتزاز لحظات مؤثرة تجسد روح الوطنية العالية خاصة تنخيل العزف النشيد الوطني من نوافذ المنازل وتبادل التحيات بين الجلي الأمن والمواطنين شابير عزيز إننا ندرك حجم الآثار السلبية التي خلفتها هذه الأزمة ليس على المستوى الصحي فقط وإنما أيضا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي فقد جملت انعكاستها مختلف القطاعات الإنتاجية وتأثرت كثيرا مداخي الأسر وميزانية الدولة أيضا لذا حدثنا صندوقا خاصا لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء وما أثل جصدرنا أن هذه المبادرة لقيت حماسا تلقائيا وتضامنا متواصلي وهو ما مكن من تابعة 3.3 مليار و700 مليون درهم وقد بلغ بجموع النفقات إلى حدود الآن 24 مليار و650 مليون درهم تم صرفها لتمويل تدابير الدعم الاجتماعي وشراء المؤدات الطبية الضرورية كما سيتم رسل حم 5 ملايير لصندوق الدمان المركزي في إطار إلعاج الاقتصاد وقد وجهنا الحكومة لدعم سمود القطاعات المتضررة والحفاظ على مناصب الشغل وعلى القدرة الشرائية للأسر التي فقدت مصدر رزقها ومع ذلك أقول بكل صدق إن عواقب هذه الأزمة الصحية ستكون قاسية رغم الجهود التي نقوم بها نقوم بها للتخفيف من حدتها لذا أدعو لمواصلة التابعة واليقضة والتضامن والالتزام بالتدابير الصحية ووضع مخطط لنكون مجندين مساعدين لمواجهة أي موجة ثانية من هذا الوباء لا قدر الله خاطة أمام التراخي الذي لاحظنا شابية العزيز إن عملنا لا يقتصر على مواجهة هذا الوباء فقط وإنما يهدف أيضا إلى معالج إلى معالج إيكاساته الاجتباعية والاقتصادية ضمن منظور المستقبلي الشامل يستخلص الدروس من هذه المرحلة والاستفادة منها وإذا كانت هذه الأزمة قد أكدت صلابة الروابط الاجتماعية تروح تضامن بين المغاربة فإنها كشفت أيضا عن مجموعة من النواقص خاصة في المجال الاجتماعي وقد بينها حجم الخطاع خير المهيكل وضع سبكات الحماية الاجتماعية خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة وارتباط لأدد من القطاعات بالتقلبات الخارجية لذا ينبغي أن نجعل من هذه المرحلة فرصة لعادة ترتيب الأولويات وبذلك مقومات الاقتصاد قوي وتنافسي ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا وفي هذا الإطار نوجه الحكومة ومختلف الفاعلين لتركيز على التحديات والأسبقيات التي تفرض ها المرحلة وفي مقدمتها إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن الخطاعات لإنتاجها من استعادة آفيتها والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل والحفاظ على مصادر الدخل وهو ما يقتضي تعبئة جميع الإمكانات المتوفرة من تمويلات وتحفيزات وتدابير وتدابير تضامنية لمواقبة المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة التي تشكل إماد النسيج الاقتصاد الوطني وفي هذا الإطار يتم ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني أي ما يعادل 11% من الناتج الداخلي الخام وهي نسبة تنتج على المغرب بين الدول الأكثر إقداما في سياسة نعاشي الاقتصاد بعد هذه الأزمة وقد يلسأينا إحداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية ومواقبة وتمويل المشاريع الاتثمارية الكبرى من القطاع العام والخاص في مختلف المجالات ويجب أن يرتقز هذا الصندوق بالإضافة إلى مساهمة الدولة التنسيق وأقل الصناديق التمويلية ولضماني شروط نجاح هذه الخطة ندعو الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للانخراط فيها بكل فعالية ومسؤولية في إطار تعاقد وطن يكون في مستوى تحذيات المرحلة وانتظارات المغاربة كما يجب الإصراع بإطلاق إصلاح أميق للقطاع العام ومؤالجة الاختلالات الهيكلية للمؤتسات والمقاولات العمومية قصد تحقيق أكبر قدر من التقامل والانسجام في مهمها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية ولهذه الغاية ندعو لإعداد وكالة وطنية مهمة التدوير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواقبة أداء المؤسسات العمومية شاب الأزيز إن الهدف من كل المشاريع والمبادرات والإصلاحات التي نقوم بها والنهوض بالتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ويأتي في مقدمة ذلك توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة التي ستبقى شغلنا الشاهل حتى نتمكن من تعميمها على جميع الفئات الاجتماعية وقد سبق لي أن دعوتم في خطاب العرش سنة 2018 لتأجيل بإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية التي يطبعها التشتد والضعف في مستوى التغطية والنجاعة لذا نعتبر أن الوقت قد حان لإطلاق عملية حازمة لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة خلال الخمس سنوات المقبلة وندعو للشروع في ذلك التدريجيا ابتداء من يناير 2021 وفق برنامج عمل مضبوط بدءا بتأميم التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية قبل توسيعه ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل ويتطلب هذا المشروع إصلاح حقيقي للأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين خاصة عبر تفعيل استجل الاجتماعي الموحد وينبغي أن يشكل تعميم التغطية الاجتماعية رافعة لإدماج القطاع غير الهم وهيكل في النسيج الاقتصاد الوطني إذا ندعو الحكومة بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل نتضمن البرامج البرنامج الزمني والإطار القانوني وخيارات التمويل بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية والاجتماعية ولبلوغ هذا الهدف يجب اعتماد حكامة جيدة تقوم على الحوار الاجتماعي البناء ومبادئ النزاهة والشفافية والحق والإنصاف وعلى محاربة أي حراف أو استغلال سياسيوي لهذا المشروع الاجتماعي النبي شكرا للمشروع شكرا للمشروع المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود كل المغاربة لرفع تحدياتها مونوع توجه لكل الخوى الوطنية دون استثناء وأخاطب فيها روح الغيرة الوطنية والمسؤولية الفرضية والجماعية لانخراط القوي في الجهود الوطنية لتجاوز هذه المرحلة ومواجهة تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وعلينا أن نجعل من المكاسب المحققة في هذا الضرف القصير منعطفا حاسما لتأزيز موقع القوة التي أظهرها المغاربة وتسريع للإصلاحات التي تقتضيها المرحلة والستثمار الفرض التي تتيحها وبذلك نربط الماضي بالحاضرة ونكون خير خلف لخير سلف متهدرين بكل إجلال الأرواح الطائرة لرجال المغرب الأبرار في مقدمتهم جدنا والدنا المنعمان جالة الملك محمد الخامس وجالة الملك الحسن الثاني أكرم الله ومثواهما وكل شهداء الوطن الأبرار وهي مناسبة لنجد ضمرة أخرى الإشادة بقواتنا المسلحة الملكية وقواتنا الأمنية بكل مكوناتها تجندها الدائم بغيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وصيانة أمنه وستقراره قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عوصر يسرى صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا